يلا بينا نبدأ إشعاعات طبعا هما ليه؟ هو مش المدارس على الأبواب يبقى لازم نبدأ إشعاعات هو مش احنا الحمد لله قاعدين عملين بنشتغل ولسه من كم لسه الأسبوع اللي فاته من كم يوم بنتكلم على مصنع كبير باستثمارات مليار دولار في منطقة قناة السويس في المنطقة الاقتصادية مصنع الإطارات اللي قدنا لكم عليه يبقى لازم نتكلم على الإشعاعات هو مش كنا لسه في بني سويف وبنعمل افتتاحات وبنطور مدن وقرى ومراكز ومحافظات وحياة كريمة شغال زي الفل يبقى لازم نبدأ الإشعاعات هو أنت عايز الدنيا تمشي كده بهدوء وبسلاسة دون أي شائعة تذكر استحالة ولازم الشائعة دايما تلاقيها بتتكرر بوتيرة شبه منتظمة تحديدا الشائعة بتاعة نقط العيش نقاط الخبز على طول لازم الإخوان أصدقاء الإخوان حبايب الإخوان يعملوا عملية إيه هيصة حوالين يلا بينا الحقدة مصر بتلغي فارق نقاط الخبز سؤال في أي حاجة تقلت عن ده من الحكومة لا طب برئاسة الوزراء لا طب وزارة التموين لا طب جالك أي رسالة اللي بتجي لك دي بتاعت كل أول شهر بيقولوا حاجة زي كده برضو لا طب هو في حد وهو بيراجع رصيد النقاط بتاعه لقى في حاجة تلغت لقى نقطة نصية نقصت إيه نصية دي نقصت برضو لا تنفي الحكومة بمنتهى الهدوء يا جماعة ما فيش أي قرار صادر بإلغاء فارق نقاط الخبز أيوة طبعاً اللي هو الخبز بتاعنا الخبز المدعم اللي هو الرغيف ده اللي بخمس روش واللي أنت طبعاً عارف هو بيكلف الدولة الخبز المدعم ده بيصرف على الكروت بتاعت الخبز على البطاقة بتاعت التموين يجي المركز الإعلامي يتبع لمجلس الوزراء كما جارت العادة لازم يتواصل فوراً مع وزارة التموين وبتواصل مع رئاسة مجلس الوزراء فبيقولوا له لا ما فيش أي شيء ولم تصدر أي قرارات بهذا الشأن على الإطلاق بل بالعكس شددوا على استمرارية إتاحة صرف فارق النقاط بتاعت الخبز على البطاقة التموينية في شكل السلع الغذائية والاستهلاكية ضمن المنظومة كما نحن وبشكل طبيعي ودون أي إلغاء وبيجري احتساب عدد الأرغفة اللي جرى توفيرها في نقط مجمعة واستبدالها من المنافذ التموينية وطول أيام الشهر ومش متقيدين بأيام محددة اللي هي حد واثنين ولا هي ثلاثة واربع ولا هي سبت وخميس في أي يوم هرجعك تاني يا جماعة يا جماعة أغلب الشئعات هتلاقيها بتستهدف المواطن العادي جدا المواطن اللي بيستفيد من بطاقة التموين المواطن اللي بيستفيد من المدرسة المجانية المواطن اللي بيستفيد من أي شيء مدعوم أي شيء متعلق بلؤمة عيش المواطن هتلاقي دايما الشائع رايحاله هو ليه هو تحديدا لأنه هو ده السواد الأعظم من بلدنا السواد الأعظم يعني على سبيل المثال حياة كريمة بتستهدف قد إيه بتستهدف ستين في المية من قوام الشعب المصري طيب تسعة وخمسين في المية حلو تسعة وخمسين في المية دول من مية وخمسة مليون مواطن يعني قد إيه؟ يعني حوالي واحد وستين وكسر مليون نسمة صح؟ طيب ده احنا هنا بنتكلم على الأرياف أم اللي موجودين في الحضر من أهلين برضو اللي بيستحقوا هذا الشكل من أشكال الدعم يعني احنا بنتكلم في إيه؟ سبعين في المية مثلا؟ اللي لم يكن أكتر شوية؟ يبقى الشائعة دايما رايحة للشرائح الاجتماعية دي دايما رايحة للشرائح الاقتصادية دي التجربة بتقول إيه؟ إنه كل مرة تطلع شائعة بهذا الشكل تطلع كذب كل مرة طيب عندنا كم شائعة؟ عشرات الألاف إن لم تكن مئات الألاف من الشائعات حصلت من سنة 2014 مش هقولك 13 من 2014 وحتى هذه اللحظة الدرس المستفاد إيه؟ ما تستسلمش للشائع ولا تبص عليها ولا تلقي لها أي بال مش هقولك بس ما تعملش شير ما تعملش لايك لا تلقي لها أي بال لأن التجربة بتقول إن هم كذبين ولاد لزينا بس خلاص ترجمة نانسي قنقر